لعلكم مثلي مشاهدين تلفتكم في الشوارع الأعداد المتزايدة من السيارات الصينية التي لم نعرفها تقليديا في منطقتنا منها في واقع الأمر سيارات كهربائية وهذا الأمر لا يقتصر على مصر فحسب فبحسب دراسة أعدها الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين ستشكل أكثر من ربع المبيعات في أوروبا في 2024 بزيادة تتجاوز 5% عن العام الماضي ويبدو أن الاتحاد الأوروبي وصل لمرحلة التهليد بفرض عقوبات على مبيعات السيارات الكهربائية الصينية التي قالت المفوادية الأوروبية إنها مدعومة بقوة من قبل بكين وأجلت نتائج تحقيقها الذي بدأته في أكتوبر الماضي إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في التاسع من يونيو الجاري في هذه الأثناء قام رئيس الأمريكي جو بايدن بمضاعفة الرسوم الجمهورية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات تقريبا مما يغلق الباب أمام الواردات على المدى القريب سوق السيارات الكهربائية عالميا تعاني من تباطئ الطلاب وارتفاع الأسعار ويمكن هذا بدوري يفسر إعلان تسلا عن تقديم موعد إطلاق نماذج أكثر بأسعار معقولة من سياراتها الكهربائية قبيل النصف الثاني من 2025 اللي كان الموعد السابق للبدء في التصنيع كما أن الشركة بقيادة إيلون موسك تعتزم إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الهند باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولار أمريكي بحسب صحيفة الفاينانشل تايمز وهنا في مصر ستبدأ شركة جي في أوتو في تصنيع أرخص طراز من السيارات الكهربائية التي تنتجها فاو جروب الصينية لصناعة السيارات في الربع الأول من عام 2025 سألت في وقت سابق شريف حمود رئيس مجلس إدارة جي في ديفالوبمنت المصرية عن موقع الشراكة مع فاو ضمن استراتيجية جي في في مجال تصنيع العربات الكهربائية مصر عندها بلان كدولة ومصر عندها خطة ومصر عندها مصلحة أنها تحول لكهرباء بأسرع ما يمكن لتخفيض فترة دعم المحروقات الموجودة فاديس إحنا بنشتغل من خلال التوجه ده وعندنا شركات مع العلاد الروسية ومع فاو ومع كونكورديا برضو من روسيا في عربات الكهرباء الجولف ولوتو بيس الكهرباء وكمان راح يلي شركتين تانية هنعلن عنهم مرايب هيبقى مجمل الشركات اللي معانا كمطور مدينة طرابول حوالي خمس شركات بالفجل السيارة إحنا هنبدأ إنتاجنا إن شاء الله في النص الأول من 18 يكون في الربع الأول بس هنحن نحطين ترجم بالنسبة لنا ما قبل النص الأول من 2025 هنبدأ في السيارات الكهرباء بموديل واحد بس عربية قبل نهاية 25 هيدخل الموديل أو اثنين دانيين ستة عشر هيوصل الإجمالي من المنتجات اللي عندنا بحدود خمس أو ستة عربيات من فاو بسطن بلس هيبدأ نزول اللادة الكهرباء في بداية ستة عشر إن شاء الله شريف حمودة قال لي إنه يعول على دور كبير للدولة في دفع الاستثمار في القطاع إلى المستوى التالي بالنسبة لدراسة السوق في مصر بصفة عامة هي مش مشجعة للمصنعين إنهم يخشوا بأرقام كبيرة نحن نتكلم عن 100 ألف عربية فيهم ألف عربية كهرباء فرقم طبعاً لو ستخياننا إنهم مثلاً جاي بـ 200 ألف عربية وقدامهم مثلاً عدة ألاف من العربات الكهرباء لا إحنا الوضع مختلف إنه فيه شركات نائلة في مصر هي الريدي اتفقت معنا على حدود 3000 عربية كهرباء ودي هتكون هتفرق معنا في الكميات اللي إن شاء الله هننزل بيها بس إحنا وجد نظرنا العربية الكهرباء اللي إحنا نزلين بيها مع سعرها اللي هينزل مميز جداً مع توسع عدد شح ووجود شركة في مصر خلي بالحراتك حتى الآن مفيش شركة كهرباء كبيرة موجودة يعني حتى الشركات الألمانية أو غيرها اللي موجودة عندهم موديلات كهرباء نازلة 90% من الاسترادة للمصر بيتم أفراد عن طريق الصين فيعني المسألة لسه حتى الآن العملاء مش حاسين بالاتمنحة منظومة عربات الكهرباء أعتقد برضو الدولة نفسها هتبقى هي نفسها وفتيكر كبير للسيارات الكهرباء بمجرد المنظومة تكتمل المنظومة تكتمل بعربية كويسة سعرها كويس مراكز صيانة واضحة جداً وصريحة ومحطات شح ورنج بتاع البطارية هي بكبيرة في الحالة دي إحنا إن شاء الله بنراهن على عدة ألف إن شاء الله مش أهلاً من خمس ستة ألف ومع وجود أنا زرحت حدثك العلاقة لبين الشركات النقل وبين العربية اللي إحنا بنبحها لأفراد فهذه تقدر تعمل سيكيور ليه ياخدنا المرحلة بعد كده عندي عشم وعندي معلومات يعني وتوقعات أن الدولة هتبقى عميل رئيسي في موضوع العربات الكهرباء فترة كده ألف قل يقتنون السيارات الكهربائية في مصر هذه تجربة أحدهم باتت سيارة أيمان الكهربائية وسيلته الأساسية للتنقل منذ نحو خمس سنوات هو واحد من بضعة ألاف من المصريين مما قرروا شراء سيارة كهربائية مستفيدين من الأعفاء الجمركي الذي تقدمه الحكومة المصرية للتحول إلى نقلا صديقا للبيئة وموفرا للطاقة هذا العربية أفضل بكثير من العربية البنزين وده طبعا عشان العربية معتمدة على مطور الكهرباء اللي كفاءته أعلى بكثير تنخفض تكاليف التشغيل وتكاليف الصيانة الدورية في هذا النوع من السيارات وذلك لاعتماده على مطور كهربائي بدلا من محركات الاحتراق الداخلي وعلى الطاقة المخزنة ببطارية الشحن فده بيخلي العربية توفر بس من مصاريف اللي هي التشغيل بتاعتها أكتر من 80% مقارنة بالعربية البنزين تظل محدودية منيطاق القيادة وطول مدة الشحن هي أهم التحديات التي تواجه الراغبين في شراء السيارات الكهربائية خاصة في حالة المسافات الطويلة والاحتياج لنقاط شحن عامة وسريعة أصبحت التحديات دي بتقل كل يوم عن التاني زائد أن الحكومة في مصر بتعمل مبادرة أنها توصل ل3000 محطة شحن قبل سنة 25 تعمل في مصر علدات شركات لتوفير نقاط الشحن السريع لسيارات الكهربائية ومن أولى الشركات المقدمة للخدمة شركات انفينيتي أطلقت مؤخران عدة بنوك برامج تمويل شراء السيارة الكهربائية مما يساعد في تجاوز التكلفة الأولية العالية لشرائها تقدم أيضاً الحكومة المصرية حوافزة إضافية لتشجيع المستخدمين على اقتناء السيارة الكهربائية مثل انخفاض رسوم الترخيص ونقل الملكية ويكاند القاهرة استطلع من متعاملين أسعار بعض موديلات السيارات الكهربائية التي نراها في شوارع القاهرة وعد بالأرقام التقريبية التالية ترجمة نانسي قنقر ملف السيارات الكهربائية لا يكتمل من دون الحديث مع ضيفي محمد قنديل الرئيس التنفيذي لشركة جلوب الأوتو وكل عالمتين بي أم دابليو ومني في مصر محمد أهلاً وسهلاً بك يعني أنت لا تأتي من عالم السيارات الكهربائية عالم السيارات بأكمله يعني مع علامات عريقة يعني ورائدة في مجال صناعة السيارات أريد أبدأ بنظرتك لسوق السيارات الكهربائية عالمياً يعني يلاحظ أنه فيه تباطئ في الطلاب ربما وفي النمو كيف ترى الصورة؟ قديش صحية اليوم؟ خلينا نرسل صورة عامة للسيارات الكهربائية بدأت في بداية الألفية مع النشطاء البيئة بتكلم عن CO2 ومدى تأثير السيارات العادية على البيئة وبالتالي بدأت المبادرات تأخذ طريقها في التطور بدأنا نشوف المايل ستون الأولاني حصل سنة 2010 ثم 2014 ثم 2018 ثم 2023 خلينا نتكلم على 23 عشان ما ندخلش في تفصيلات وتفريعات كتيرة 23 احنا بنتكلم على الماركت شير في العالم كله في المبيعات في المتوسط 20% معناها كل أربع عربيات عاديين اتباع مقابلهم واحدة كهرباء هناك أسواق مساعدة للأفريج أنه يعلى قوي وهناك أسواق ضعيفة جدا يعني فيه ثلاث أسواق كبيرة ومهمة في العالم كله إنرويج رقم واحد بماركت شير تخطى 80% بتاليها السويد ماركت شير في حدود 60% ثم الصين اللي هي المعادلة الأصعب في صناعة السيارات في العالم النهاردة في 23 اللي هو تقريبا 40% من حجم السوء بيدخل سيارات كهرباء وبالتالي بدأ السيارات الكهرباء تبقى موجودة بقوة كبديل للسيارات الانجن بس اللي عايز أقولك عليه المفاجأة في هذه الأرقام إنه الرقم اللي أنا بقولك عليه ده يتضمن اللي اتنين سيارات الكهرباء والهايبرد الهايبرد اللي فيها انجن عادي زياد كهرباء وبالتالي ده شكل الخريطة العالمية النهاردة أين تقع مصر على هاي الخريطة العالمية؟ أديش هي تتحرك بموازات الأرقام العالمية أو ضمن حدودة؟ عايز أقولك أننا مش بعيد قوي في مصر لأن الحكومة كانت من بدري قوي وسيادة الرئيس كان من بدري قوي أو البدايل الأخرى للمطور المتعرف عليه التقليدي وبالتالي احنا مش بعيد قوي احنا بنتكلم على ماركت شير في مصر في حدود الخمسة في المية السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية بنتكلم عن ماركت شير ما زلنا في حدود الخمسة في المية وفي تصعب نعم، اليوم أنت تنزل إلى هذه السوق على مستوى بي أم بسبع موديلات جديدة من السيارات الكهربائية عطيني فكرة عن بداية الأسعار على هذه السيارات وعطيني فكرة عن الرينج مدى تحركها وماذا تقدم أنت مع السيارة؟ كويس، هذا صحيح جداً احنا بنقدم السبع سيارات خلينا أنتهز الفرصة حتى أقول أن سياسة شركة BMW على مستوى العالم المعلنة عن طريق الرئيس التنفيذيك تاعها أن شركة BMW ستظل تقدم ما يحتاجه العميل لو العميل يحتاج سيارة بإنجن كلاسيكي سنقدمه لو يحتاج بالكهرباء سنقدمه لو يحتاج هايبرد سنقدمه وبالتالي، نحن لدينا كل هذه التشكيل نحن نقدم سبع موديلات الأسعار تبدأ تقريباً من 3 مليون لكن ليس هذا المهم المهم أن التكنولوجيا تطور جداً جداً نحن نقدم التكنولوجيا الموجود في مجال السيارات الكهرباء سياراتنا على الأقل 430 كيلو متر ويصل إلى 650 كيلو متر من أصغر السيارات لأكبر السيارات تجربتنا في Global Auto كانت من أول يوم كان عندنا أن العميل في قلب المعادلة العملية يعني أهم حاجة بالنسبة لنا هو العميل وبالتالي قدمنا تجربة كاملة ما يطلق عليه الإيكو سيستم بالكامل أو تجربة امتلاك كاملة وسهلة فندي للعميل من ضمن السيارة العربية أنه بيروح فريق من المهندسين المتخصصين بيشوف البيت بيتأكد من وجوده من أهليته وبنركب له محطة شحن منزلية لأنه كما حدثك عرفة السيارة الكهرباء لازم نعملها لأنها زي الموبايل فون لازم تتشحن عشان تاخد وقتها في الشحن وتكون جاهزة للاستخدام طول اليوم وبالتالي ما يحسش العميل بمشاكل الشحن وإلى آخر بالإضافة إلى كارت شحن وده يقدر يشحن لمدة سنتين مجانة اللي عايزة أقوله أنه ساعدنا في ده طبعا شركة من أهم الشركات اللي موجودة في مصر شركة انفينيتي نعم وشفنا في التقرير كيف تعتزم زيادة عدد محطات الشحن الكهربائي على مستوى القاهرة وعلى مستوى المحافظات سيد محمد قنديل الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال أوتو وكيل بي أم دابليو ومني في مصر شكرا جزيلا لك شكرا